السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفد مرحبا بكم في دراسة الجزء الثالث من النص المسترسل أرسم وطني إذن الجزء الثالث فهو يبتدئ من ظلت الأستاذة تتجول بين الأطفال إلى غاية وبه تعلقت كل القلوب إذن بداية سأقرأ عليكم هذا الجزء ظلت الأستاذة تتجول بين الأطفال وتتابع أعمالهم وتوجه إليهم بعض الملاحظات حول اختيار الألوان وضبط الخطوط والظلال ثم استدارت نحو لوحة أحمد فدهشت لفكرته الذكية لقد رسم طفلا يقف على رؤوس أصابعه ويمد يده إلى الأعلى ليرسم علم البلاد عاليا خفاقا شامخا ويلونه بلون دم الشهداء الطاهر ولون المغرب الدائم لاخضرار والكرم والعطاء جلست الأستاذة بجانب أحمد وربتت على كتفه وقالت له لما اخترت رسم العلم في لوحتك أجاب أحمد بصوت واثق لأن العلم يا أستاذتي هو رمز الفخر فيه تلاقت كل المعاني وبه تعلقت كل القلوب إذن هذا هو الجزء الثالث من النص إذن دراسة الجزء الثالث أتذكر أذكر بخلاصة الجزء الثاني من النص إذن في الجزء الثاني تعرفنا فيه على مجموعة من الشخصيات الذين هم تلاميذ المدرسة وهم يطلقون الخيال الواسع لأفكارهم فرأينا مونيا التي شعرت بأن الوطن سلام وسكينة وتعاون وتضامن فرسمت يدا سخية رقيقة إلى غير ذلك ثم رأينا أيضا لوحة عمر الذي عبر عن الوطن برسمه لأطفال صغار يجمعون القمامة ويضعونها في سلات ثم يلقونها أو ينقلونها إلى مصانع إعادة التذوير ورأينا أيضا إعجاب الأستاذة بفكرة عمر وثناءها عليها أيضا تعرفنا على هند التي رسمت لوحة عبارة عن عادات وتقاليد مختلف جهات الوطن إذن في هذا الجزء سنتعرف على لوحة لشخصية أخرى أو لتلميذ آخر إذن أقرأ الجزء الثالث من النص قراءة صامتة وأحدد معاني الكلمات إذن الكلمات التي سنحدد معانيها لدينا خفاقا ولدينا ربتت ولدينا واثق إذن سنعود للنص ونقف على هذه الكلمات إذن كلمة خفاقا فهي وردت في هذا الصياق ليرسم علم البلاد عاليا خفاقا شامخا ويلونه بلون دم الشهداء الطاهر إذن خفاقا إذن العالم يخفق أي يتحرك ويرفرف وخفاقا بمعنى مرثرفا في العلا أو في الأعالي إذن خفاقا قلنا هي بمعنى مرثرفا في العلا ثم لدينا ربتت ربتت الأستاذة على كتف التلميد أحمد إذن ربتت أي ضربت على كتفه ضربا خفيفا إذن هو ضرب خفيف على الكتف ثم كلمة واثقا إذن كلمة واثقا وردت في هذا الصياق أجاب أحمد بصوت واثقا إذن واثقا من الأمر أي متأكد منه ومتيقا واثق متأكد ومتيقا إذن هذا هو معجم هذا الجزء ثم ننتقل لأفهم وأفكر إذن ما الشخصية الجديدة في هذا الجزء إذن الشخصية الجديدة في هذا الجزء طبعا فهي شخصية أحمد وهي الشخصية الوحيدة في هذا الجزء إلى جانبي الأستاذة إذن هي شخصية أو شخصية أحمد إذن الشخصية الجديدة في هذا الجزء هي شخصية أحمد السؤال الموالي ما التوجيهات التي قدمتها الأستاذة لتلامذتها في هذا الجزء إذن بالعودة إلى النص نجد توجيهات التي قدمتها الأستاذة إذن نجد وتتابع أعمالهم وتوجه إليهم بعض الملاحظات إذن هي ملاحظات وتوجيهات متعلقة باختيار الألوان وضبط الخطوط والظلال إلى غير ذلك إذن سنقول التوجيهات التي قدمتها الأستاذة في هذا الجزء هي اختيار الألوان المناسبة وضبط الخطوط والظلال إذن هذه هي التوجيهات التي قدمتها الآن لما اختار أحمد رسم العالم الوطني وبما علل أحمد اختياره إذن حسب النص سنقول على أن أحمد اختار رسم العالم الوطني لماذا؟ لأنه يحب أن يراه دائما عاليا خفاقا شامخا يدل لونه الأحمر على دم الشهداء الطاهر ولونه الأخضر على الخير والكرم والعطاء وعلل أحمد اختياره بأن العالم هو رمز الفخر وفيه تلتق جميع المعاني وبه تتعلق كل القلوب ننتقل لأركب وأقوم إذن أحدد الفكرة العامة للجزء الثالث ثم أقترح عنوانا مناسبا للجزء الثالث من النص إذن هذا النصف ظهرت فيه شخصية وحيدة وجديدة هي شخصية أحمد إذن سنقول كفكرة عامة ظهور شخصية جديدة هي شخصية أحمد الذي عبر بلوحة فنية جميلة عما يعنيه له الوطن ثم عنوان مناسب للجزء الثالث مثلا سنقول لوحة أحمد أو عالم الوطن إذن هذا له ارتباط بالجزء الثالث من النص الآن أبدي رأيي في جواب أحمد لأن العالم هو رمز الفخر فيه تلاقت كل المعاني وبه تعلقت كل القلوب إذن سنبدي رأينا في جواب أحمد مثلا سنقول أتفق مع جواب أحمد إذن نحن أولا نتفق مع جواب أحمد لأستاذته وأؤيده في ذلك وأؤيده أيضا في هذا الجواب أو في هذا الرأي لماذا؟ لأني أعتز بعلم وطني وأفتخر به وله مكانة سامية في قلبي ثم السؤال الموالي لدينا أرسم لوحة عما يعنيه للوطن وأقدمها لزملائي في القسم إذن هذا عمل خاص بكم أنتم أيضا أطلقوا الخيال الواسع لأفكاركم وحاولوا أن تعبروا عما يعنيه الوطن بالنسبة إليكم من خلال رسم لوحة تدل على ذلك السؤال الأخير أعبر عن مضمون الجزء الثالث بأسلوب الخاص إذن يمكن أن نعبر عن مضمون الجزء الثالث هكذا من خلال تلخص هذا الجزء سنقول مثلا واصل التلاميذ رسم لوحاتهم بحماس حيث ركزت الكاتبة في هذا الجزء على شخصية أحمد الذي رسم طفلا يقف على رؤوس أصابعه ويمد يده إلى الأعلى ليرسم علم البلاد عاليا مرفرفا ويلونه بالأحمر والأخضر هذه اللوحة أثارت إعجاب الأستاذة وطلبت من أحمد أن يذكر لها سبب رسمه للعلم الوطني فأكد لها أنه رمز للفخر ولكل المعاني السامية إذن هكذا ننهي كل ما يتعلق بالجزء الثالث من هذا النص شكرا لكم وإلى اللقاء بحول الله شكرا لكم وإلى اللقاء بحول الله